متابعة يا قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة طبعاً أنا منستش كانفا كانفا من التطبيقات اللي بستخدمها كل يوم وما أقدرش أن أنا أستغنى عنها إطلاقاً وعشان كده النهاردة هنرجع لكانفا مرة تانية وده لإن تم الأعلان عن بعض الفيتشرز أو المميزات والأبليكيشنز الانتجريت الداخل كانفا أو المتكملة داخل كانفا بعضها كامينج سون وبعضها حالياً موجود الحاجات المهمة جداً اللي اكتشفتها وجربتها بنفسي وحبيت أن أنا أشاركها معاكم النهاردة لو روحت على كانفا كرييت أنتشورتد ويسي واتس كامينج هتشوف الحاجات اللي جاية أو كامينج سون والحاجات اللي موجودة حالياً في كانفا من تحديثات وحوفر عليك كل ده وحنروح مباشرةً عشان نجرب مع بعض أول فيتشر مع بعض وارجع لكم مرة تانية علشان نشوف مع بعض التحديثات الجديدة داخل كانفا تحديثات متميزة جداً وهتعجبك جداً فاستنى معانا لحد آخر الفيديو ما نضيعش أي من التحديثات اللي هنتكلم عنها لو عندي فيديو من الفيديوهات الخاصة بالطبيعة مثلاً أنا بديك مثال والفيديو ده أنا عايزة أعمل عليه Voice Over كنا منضطر لما نيجي نروح للأبس أن احنا نختار ما بين Applications منضطر أن احنا نسجل فيها ونستخدمها داخل كانفا ولكن عن طريق هذا التطبيق دلوقتي الAI Voice أصبح متكامل داخل كانفا أو Integrated داخل كانفا هروح أدوس على الأبس والبعض هقول لي دعني هندوس على الأبس وأحنا عملنا إيه لأنت هتدوس على الأبس عشان هتلاقي تحت هنا حاجة اسمها AI Voice هتدوس عليها هتنقلك على طول لكتابة التكست اللي انت عايز تعمل به الفيديوه هل بيدعم اللغة العربية؟ بيدعم اللغة العربية وأنا جربته كان كويس جداً في اللغة العربية وهجربه معاكم دلوقتي هروح أحط التكست باللغة العربية وهنا في Select Voice هاختار اللغة العربية ما تنساش الموضوع ده هديني نوران وكريم أنا هنا مثلاً سيح اختار كريم وحبتدي إن أنا أقول له Generate AI Voice طبعاً هتسمعوا أو هتسمعوا هو بيتكلم أتمنى بس إن أنا بعد ما أعمل Generate AI Voice تسمعوا معي ولو ما سمعتوش هعمل له Download وحسمعه لك تخيل أنك تصحى كل يوم على صوت العصافير ورائحة الأشجار وهمسات النسيمي تعيش وسط الطبيعة لا زحمة لا ضجيج فقط سلام ورقة متطايرة من هنا ده زي ما أنتو سمعتو ده Voice Over اللي نازل مع الفيديو حملت الفيديو ورفعته لكو بالصوت علشان يكون واضح لأن برنامج اللي بسجل بيه للأسف مش بيطلع أي صوت تاني غير الصوت اللي أنا بسجل بيه في حاجة تبقى هنا حلوة قوي برضو من التحديثات الحلوة اللي موجودة نفترض أن أنت عايز تعمل بقى خلفية مثلاً Background Sound Effect Music مع الفيديو هنا مثلاً Music زي دي أبطلت أضيف Music كBackground فطبعاً لما حتيجي تسمع هتلاقي في دوشة الصوت في الBackground مغطي على الفيديو فأنت عايز تعمل Balance فكنا بنعمل إيه؟ فنروح ليه الصوت بتاع الBackground ونقض نزبط ندوس على الأوديو ونقض نقلل شوية ونرجع نسمع ونزود شوية ونرجع نسمع الموضوع كان هدك وصدع كبير قوي يعني فهنا فيه طريقة حلوة قوي وفارت هانا كانفا إن إحنا نروح نعلم على كل من ال Voice Voice Tracks اللي أنت عايز تعلم عليهم ده وده مثلاً عملت عليهم Select بالمنظر ده وروح أدوس على الأوديو وفي حاجة اسمها هنا Balance All Balance All بتعمل إيه؟ هنا بتخلي الصوت اللي في الخلفية يكون متوازن مع الصوت بتاعك بحيث إنه هو ما يعملش زي غلواشة على الصوت فبالتالي الصوت بتاعك ما يكونش واضح تعالي نشوف الصوت حيكون عامل إزاي بالخلفية بعد ما استخدمنا هذه الخاصية وهي خاصية البالانس أو تخيل أنك تصحى كل يوم على صوت العصافير ورائحة الأشجار وهمسات النسيمي تعيش وسط الطبيعة لا زحمة لا ضجيج فقط سلام ورقة متطايرة زي ما انت شايفين ده كان الفيديو زي ما احنا شايفين البالانس ما بين الصوت اللي في الـ background والصوت اللي هو الـ voice over باين جدا إنه فيه توازن ما بين الاثنين وده جاي من اسم البالانس دقول يلا بينا نشوف الفيتشر اللي بعد كده والفيتشر اللي بعد كده خاصة بيه الـ captions والـ captions لو هروح أدوس على الـ text هلاقي تحت حاجة اسمها dynamic text captions بعض الناس هتقول لي فيه بعض الحاجات مش بتبقى بينها أنا بستخدم الـ web app ما بستخدمش التطبيق يعني مش محملة التطبيق عندي على الجهاز وبستخدمه أنا بستخدم الـ web app من على الكمبيوتر وببتدي أدخل الحساب بتاعي وبتدي إن أنا أستخدمه علشان لو أنت مش ظاهر عندك بعض الحاجات حبيت بس أقولك أنا بستخدم إيه عشان كده هو ظاهر عندي أنا رحت بس الأول رفعت الفيديو بتاعي بالـ audio ما يبقاش عبارة عن tracks مثلاً track الخاص بالـ background track الخاص بالصوت أنا رفعت الفيديو نفسه دوس على captions حبتدي هنا أختار الفيديو طبعاً وبعد كده حبتدي أقوله generate captions وولد الـ captions الكلام الـ voice over على الرغم إن فيه music background في الخلفية لكن هو عمل detect ليه النص وطلعه زي ما إحنا شايفين هنا بقى الحتة الحلوة إيه أنا أقدر أعمل animation إمكانية إن أنت تعمل animate لـ captions أو الـ text اللي موجود على الفيديو إزاي الكلام ده؟ إن أنت تروح تعمل select عليه وتبتدي تروح لـ animate وحتلاقي عندك فيه animate فيه عندك group وعندك element تأكد إن أنت وقف على element وحتلاقي captions وهنا فيه كذا animate زي ما إحنا شايفين مثلاً لو اخترنا highlight أشهر حاجة تقدر تختار كمان اللون هخلي اللون هنا عندي أصفر هنا بيعمل highlight على كلمة كلمة طبعاً هو هنا عشان باللغة العربية مش باللغة الإنجليزية مع اللغة الإنجليزية حيكون أفضل بصراحة ولكن هنا باللغة العربية هيكون بالشكل ده ممكن لو أنت مش عاجبك الانيميشن ده ممكن تختار أنيميت تاني يعني ما فيش أي مشكلة ممكن تروح تعمل مثلاً snack ممكن تعمل reveal ممكن تختار suggest ده المقترح أكتر مع اللغة العربية تبتدي إن أنت تختاره هو بيديك حاجة recommended أو مقترحة ممكن أن أنت تستخدمها فهنا فيه إمكانية تعمل animate لـ captions الموجودة على الفيديو زي ما إحنا شايفين لو فيه أي حاجة طبعاً تقدر أن أنت تقف عليها وتصححها عشان لو فيه أي كلمة مش مزبوطة تقدر أن أنت تصححها أيضاً بالوقوف عليها عن طريق أن أنت تعمل select للتكست عشان البعض لو قال لي فيه كلمة مثلاً هنا مش واضحة أو كلمة مكتوبة غلط تقدر أن تصلحها وفي الآخر خالص تعمل download الفيديو بعد ما بتزبط الـ captions وبعد ما بتختار الانيميت الخاص بـ captions هننتقل بعد كده لحاجة تانية خاصة بالتحديثات الجديدة اللي تم الأعلان عنها من خلال Canva Create يلا بينا هننتقل هنا للـ document بتروح للهوم بيج وتختار docs ولما هنخش على الـ docs هنا هستخدم الماجيك رايت خليه اكتب لي حاجة ممكن أخليه write a blog about AI in education هعمل generate الهدف بس إن أنا أولد text عشان أشرح لكم عليه النيزة أيضاً عشان أتفكركم بالماجيك رايت قدي مفيد وممكن تستخدمه وتستفيد به هنا هقول له insert وده الـ document بتاعي the rule of AI in education transforming the learning experience الجميل كمان إنه مش بس أعطاني text ده هو زبط لي template زبط لي template خاصة بـ docs بهذا المنظر ممكن أنا أقرأ عجبني الكلام المكتوب عايز أحتفظ بي هعمله download وينيجي بقى الميزة النهاردة إن أنا عايزة أعمل highlight عشان أعمل highlight هلاقي هنا الأداة الخاصة بالـ highlight color فهبتدي أعلم على الرول وابتدي أختار highlight color وخلي الرول عليه highlight باللون الأصفر ممكن أجي هنا على learning ودوس أعمل highlight واختار learning يكون highlight باللون ده في جزء عايزة أسترس عليه AI in education أروح أيضا أعمله highlight بلون تاني وهكذا هنا highlight حلو جدا لما تكون عايزة تعمل استرس على جزئية معينة عشان الشخص تلفت نظره لها هنشوف مع بعض ميزة أخرى أيضا وتعلقة بالـ advanced formatting نفترض إن إحنا عندنا تصميم وفيه تفاعل كيميائي معين وعايزة أنا أضبط الكتابة تعارفيني تفاعلاتي كيميائية بتبقى المركبات الكيميائية لها صيغة معينة أو طريقة معينة هنا مثلا لو نفترض إن إحنا رحنا للتيكست وكتبنا أبسط حيجة ممكن نكتبها هنقول مثلا H2O هكبره شوية هنا هتلاقي إن 2 على نفس الخط مع ال-H وال-O على الرغم إن هو المفروض يبقى subscribe يبقى تحت أعمل الموضوع ده إزاي هبتدي إن أنا أعلم على 2 وهبتدي أروح للـ advanced formatting وابتدي أختار ال-subscript زي ما إحنا شايفين فال-to على طول نزلت تحت وخدت الشكل الصحيح للمركب الكيميائي الخاص بالمية زي ما إحنا شايفين تعالي نعمل الموضوع ده كمان مع مثلا C-CO2 خليون بس capital عشان يبين من على نفس الخط ففي الحالة دي ببتدي إن أنا أعمل select على ال-to advanced formatting وابتدي أختار ال-subscript فده الشكل بتاعه طب لو أنا مثلا بتعامل مع math أو رياضيات فهنا مثلا C عايزة أقول 2 تربيع مثلا ففي الحالة دي ببتدي أعلم على to واروح للـ advanced formatting على general بختار superscript حيكون حيكون الشكل بالمنظر ده وبالتالي من الـ advanced formatting حتقدر إن أنت تزبط التكست بتاعك لو في سيغ أو مركبات كيميائية أو سيغ رياضية زي ما إحنا شايفين تقدر إن أنت تزبطها سواء كانت subscript أو superscript وجودة في الـ advanced formatting حاجة تانية متعلقة بالـ typography هنا أنا حرجع تاني بس أمسح ده وهنا عايزة أكتب C مثلا chemical reaction صرد إن أنت روح تختار تفونت تاني مثلا عايزة تزبط المسافات ما بين الليترز كنت الأول بتروح تقف على التكست وبتبتدي تختار وبتبتدي تلعب في الليتر spacing وتزبط الـ space مثلا أوكي نفترض إن أنت عايز تعمل الموضوع ده automatically بتعمل إيه بتبتدي تقف عليه وتبتدي إن أنت تروح لـ advanced formatting في حاجة اسمها typography وتفعل حاجة اسمها ال-curning وال-curning من المفترض إنها بتبتدي إنها تزبط لك يعني أنت فعلها دايما بشكل عام علشان تزبط لك المسافة ما بين الحروف أنا هنا بس عشان مزبطوها يدويا ولكن هي من المفترض إنها بتزبط لك المسافة ما بين الحروف نفسها فدايما تأكد إن أنت مفعل هذه الجزئية الخاصة به ال-curning علشان تزبط لك المسافة لو استخدمت فونت محتاج إن أنت تزبط المسافة ما بين الليترز هنا أعتقد إن هنا المسافة متنسبة ولكن أنا بتكلم في الفونت اللي بتكون المسافة مش متنسبة ما بين الليترز فيه برضو خاصية تانية نعدي عليها بشكل سريع في التايبوغرافي حاجة اسمها الليجيترز والليجيترز دي بتبقى combine specific characters في بعض الكاراكترز كده لما تجمعهم مع بعض بياخدوا شكل حلو مثلاً بيبقى كvisualized شكله أفضل حاجات دي كلها designer ترمي يعني فعال يعني فعال الجزئين دول مش هتخسر حاجة هيدو شكل أفضل للتكست ده بالنسبة لي الجزء المتعلق بالadvanced formatting طبعاً يهمنا جداً الجزء المتعلق بالtext position الخاص بالsubscribe والsubscribe ميزة حلوة من وجهة نظري وتعال نشوف feature جديدة موجودة في presentation يلا بينا نظر ان انا عندي presentation زي دي دي presentation already موجودة داخل canva وهنا انا عايزة ابتدي على كل slide احط النوت طبعاً احنا عارفين النوتس دي العادية لو انا وقفت على slide زي ده وروحت للنوتس اقدر ان انا هنا اكتب النوتس ولكن الجديد ان انا ممكن اعمل generate للنوتس بالAI يقدر ان هو يفهم من خلال التكست اللي موجود جوه للسلايد هو حيديك نوتس شكلائي من غير انت ما تشغل بالك بالنوتس اطلاقاً يعني انت ممكن تعمل عليها تعديل طبعاً ولكن دي ميزة بصراحة حلوة هي موجودة في premium مش موجودة في free حبيت بس انوه عن هذه الجزئية هنا لو انا وقفة في slide زي ده انا هنا كنت عاملة generate تعالى نقف كده في slide زي ده هنا لو انا وقفت في slide زي ده طبعاً وضزت على النوتس هنا هقول له generate notes ممكن ان هو يعمل لك generate لحد 5000 characters هنا هيبتدي بناءاً على learning management system بناءاً على slide ده يبتدي هنا يديك الكلام اللي المفروض ان انت تقوله now let's dive into the topic of learning management system or lms وتبتدي انت تتكلم وانت بتعرض ال slide فبيوفر عليك طبعاً وقته موجود وتقدر تعمل edit عليه وتقدر كمان تروح تاخد action تعمله shorten تأثر النص شوية rewrite تخليه more fun تخليه more formal تقدر تعمل حاجات كتيرة ممكن اعمل shorten notes يبتدي يقلل شوية الكلام الكتير اللي موجود جوه هنا زي ما احنا شايفين نقدر نحنا نخليه كمان more formal يبتدي يحول هولي لي كلام مكتوب بطريقة formal اكتر على حسب طبعاً ال audience او الناس اللي بتسمعك وهكذا الميزة دي مهمة جداً للناس اللي بتستخدم canva في عمل presentation حبيت ان ننوح عليها وهي تعتبر ميزة جديدة ولكن زي ما قلتلك موجودة في premium من canva create يلا بينا للميزة اللي بعد كده اخر ميزة ظهرة عندي النهاردة هتكلم عنها وهي خاصة بالإنهانسمنت الخاص بالدياجرامز فيه advanced features في الدياجرامز ممكن ان انا اعملها من ضمنها هنا لو انا دخلت على ال whiteboard ودخلت على داياجرام من دول ده template برضو موجود هتلاقي في حاجة اسمها tools ظهرت بتمكني ان انا اكسس على شوية حاجات كنت مضطرة اروح للتكست ودور كنت مضطرة اروح للألمنس جوة tools حيفيد بشكل كبير جدا اللي بيستخدم ال whiteboard خصوصا كأداة تعليمية هنا مثلا على سبيل المثال تقدر ان انت تروح لل sticky note وتختار يعني sticky note بألوانها المختلفة والضفقة هنا للدياجرام تقدر انت تروح للتكست هيظهر معاك البار الخاص بالتكست تقدر ان انت تكتب وتتعامل هنا ايضا بالنسبة لي التابلز تقدر تروح للتابلز ايضا من هنا زي ما احنا شايفين وتقدر هنا ان انت تروح للبوردر تعمل بوردر للتابلز هنا الادوات الخاصة بالتابلز ايضا هتظهر فيه كمان الجزء الخاص بالlines انواع اللاينز المختلفة الدرو سي مثلا هيخد اللون ده ارسم بي الاحمر او الازرق هنا select هنا التولز بقت كلها متجمع مع بعضها زي ما احنا شايفين عشان توفر عليك المزيد من الوقت والمجهود تحت بند ميزة الانهانس دياجرام ده بالنسبة لكل الخصائص اللي ظهرت عندي لحد دلوقتي ان شاء الله لو فيه جديد حطلع اكلمكم عنه اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة فيديو طويل شوية لكن مهم حبيت اجمع فيه كل هذه المميزات شوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت ولكنت بتشوفنا اول مرة متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته